الحياة الموضوع اللي جاي معايا دلوقتي موضوع فعلا موضوع صعب موضوع صعب في دلوقتي رساله موجهاها اسره مصريه الرساله بتقول حق ديشا لازم يرجع ديشا ده دلع مصطفى عادة يعني في مصر في ناس بتقولك ايه في قولك درش وفي صاصة وفي ديشا ديشا دلع مصطفى ديشا ده عنده 19 سنه 6 طالب سنوية عامه وقرر ان هو وصحابه بعد ما خلصوا امتحاناتهم انه يطلعوا على اسكندرية هو من البحيرة هو من البحيرة اه وقالك هنطلع على اسكندرية نقضي اليوم على البحر هم معهم توك توك بتاع واحد من اصدقاء مصطفى وطلعوا على اسكندرية الاهالي بيتصلوا عشان يطمنوا الولاد وصلوا بالسلامه ده ما بيردش ده ما بيردش ده قفل التليفون ده قفل التليفون التليفونات كلها اتقفلت كلام ده حصل يوم ايه الكلام ده حصل فيه 18 سبعة 18 سبعة اللي فات يروحوا يسألوا في المستشفيات في اسم الشرطة وصلوا لغاية اسم المنتزه اسم المنتزه تلاته فيقولون لهم لا ما فيش حد عندنا لو وصلنا ولا شفنا حد بالمواصفات اللي انتو بتتكلموا عليها دي طب احنا عايزين نعمل محضر قالك لا ولا حتى محضر هنعمل لكم محاضر الموضوع مش عندنا وفضلت الدنيا كده راحة جاية راحة جاية لغاية يوم عشرين سبعة يعني يومين 48 ساعة الاهالي عمالين بيدوروا على اولادهم يوم عشرين سبعة جي اتصال تليفوني لأسرة مصطفى من واحد محامي قالهم ده ابنكم موجود في النيابه عشان اتمسك وهو معاه مخدرات هو وصحابه اتعمل لهم قضيه وهم دلوقتي في النيابه واتعرضوا على النيابه لان لقوا معاهم هروين ولقوا معاهم معرفش ايه ولقوا معاهم ايه قصه كده كبيره قد يكون مجرم حقيقي وقد يكون بريق هتقولي طب انت ليه بتشككي في البراءه اقولك لان الروايه كلها فيها حاجات مش مظبوطه ولد واختفى والام والاب راحوا سألوا عليه راحوا لغاية اسم المنتزه ثلاثه اللي هو محجوز فيه اللي هو الولد كان محجوز فيه والنيابه محوله على الاسم ليه الاسم قالوا لهم مش موجود ليه في الاسم قالوا لهم الولد مش عندنا لما الامور طبيعيه ليه بنخبي وليه بنجذب انا معرفش ده الولد اهو ربنا يرحمه يا رب ويصبر امه وابوه يروحوا ويرجعوا وكل يوم رايحين جايين لغاية لما قالوا لهم ده في المستشفى يروحوا المستشفى اه ده دخل الصدرية لا مش في الصدرية ده في العظام الام هنا وهنا وهنا وتبوس رجلي ده وتطلع اللي ده ومعرفش ايه لغاية لما دخلت وشافت ابنها دخلت وشافت ابنها في حاله يرسلها في المستشفى اللي وراهولها قالها ده جاي لنا ميت ملناش دعوه ده هو جاي لنا كده بينزف من منخيره وبينزف من فمه صدره مضروب على دماغه مضروب على رجله رجله مقصوره عظام القفص الصدري مقصره ودنه متعوره وفارق الحياة ليه واحد عنده 19 سنه يموت بالتعذيب جوه اسم الشرطه ده السؤال اقولكم على حاجه انا خدت الموضوع ده ليه لان محدش هيهتم ومحدش هيوصل صوت اسره الولد ده ويحاول يدور على حقه اللي هيقولك يا عم ده بتاع مخدرات يا عم حتى لو بتاع مخدرات ما يتقتلش ما يموتش بالمنظر ده دي روح وبعدين انتو بتقولوا ابطوا عليه والمخدرات معاه يعني متلبس عايزين منه ايه تاني اكتر من انه بيتلبس بتربوه مثلا على انه بيتاجر في المخدرات فالتربية دي توصل منكم ان انتو تقتلوه مين اللي عزبه مين اللي دربه مين اللي قصر عظمه مين اللي قصر جمجمته مين اللي قصر عظم سدره عشان يوصل المستشفى بالمنظر ده مين اللي هيطلع مسئول اسرته بتحاول وتواصلت مع الشبكه المصريه ان عايزين حد يجيب لنا ابننا هم قدروا الحمد لله ان هم يحصلوا على تصريح دفن بعد ما ببقى معهم تقرير عن الاصابات اللي في الولد وان الولد مات نتيجه التعذيب جوه اسم شرطه المنتزه ثلاثه مين المسئول بقى عن انه يرجع للولد ده حقه مين اللي هنقول ده المجرم الامين ده ولا الصول ده ولا العسكري ده ولا المخبر ده هو اللي اعتدى عليه وفضل يضرب فيه الحد ما ماتش ايديه ما هو مش معقوله بقى مش هيتحاسب حاتم المراده عندنا حاتم لازم يتحاكم عشان دي ارواح ناس دي ارواح ناس فالحياه القصه فعلا مزعجه ده في النهايه 19 سنه ده ممكن يكون قد ابنك اللي نزلت فيه ضربه الغاية لما ماتش ايديك ممكن يكون قد ابنك اكيد انت سمعت صوته وهو عمال بيستعطفك وبيسترحمك انك تشيل ايدك من عليه وتقف ضرب فيه لكن انت مسمعتوش وماهتمتش بصراخه وماهتمتش بطلبه لحد ما مات في ايديك فنتمنى ان يكون فيه حد قادر انه يفتح الموضوع قادر انه يوصل الموضوع الموضوع بقى مش بنتكلم دلوقتي الولد بريق ولا مدان ولا مجرم ولا بتاع مخدرات ولا كان بيتفسح احنا عندنا فيه مواطن مصري عنده 19 سنه مات بسبب التعذيب جوه اسم شرطه لحد امتى هيفضل الموضوع ده لحد امتى هنرصد في حالات بتموت من التعذيب وعلى فكرة يعني حالة مصطفى مش الاوله ومش الاخيره احنا عندنا برضو خالد سعيد مات من التعذيب مات من الضرب وقصة خالد عملت ثوره ان فيه مواطن مات من الضربه ومن التعذيب اه بعد كده الناس اخدوا براءه يعني لكن واحد مات من التعذيب عندنا سيد بلال مات من التعذيب اللي بيموتوا من التعذيب كتير جدا واكتر حاجه بنطالب بيه يا جماعة تحسين اوضاع المعتقلين معاملة المعتقلين ان هم بني قدمين يعني بس تلي بنقوله انا فاكرا ان كنت اتكلمت عن شاب اللي لقوه في الصرف الصحي بعد ما ضربوه عزبوه مدفئ ديهم رموه في الشاب اسمه مينة مينة شاب مسيحي رموه في الصرف الصحي عشان يداروا على الموضوع واكتشفوها برضو لو في واحد من دول بيتحاسب مش هنلاقي القصه دي عماله تتكرر لو واحد بس من اللي تسبب وكان في واحد اسمه ماجدي في اسم الامريا برضو مسيحي تعسمك باين مات من الضرب في اسم الامريا لو بنسمع ان واحد من الدباط ولا من العساكر ولا من الامنه اللي بيقوموا بتعذيب المواطنين اتعاقب ولا تحبس ولا اتعاقب عقوبه حقيقية من السنه كده وانطلعوا مش هنوقف ده ده هيقف لوحد اوتوماتيك لان كل واحد هيخاف على نفسه وعلى بيته وعلى اسرته انما لان ارواح المواطنين اللي بره منظومه الداخلية رخيصه يفضل منظومه الداخلية بتضرب بتضرب بعصه من حديد ولا هممها حد